نائزة مالك النهاردة أعلن رسمياً اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة القادمة اللي هتقام إن شاء الله في شهر يناير اللي جاي وكان فيه اتجاه للمشاركة في البطولة بفريق الشباب مواليد 2003 ولكن في زل ارتباط الفريق الفريق الأول بمعسكر في الإمارات وكمان اللاعبين الشباب أو في صعوبة كمان من مشاركة فريق الشباب في هذه البطولة اللي هو فريق الشباب 2003 فقرر النادي الزمالك إنه يعتذر هو الآخر عن كأس الرابطة بعد ما كان النادي الآلي هو الآخر اعتذر عن هذه البطولة ليه؟ ليه الزمالك اتأخر ليه الزمالك خد قراره متأخر في هذا الأمر هو حر هنسأل بعد شوية ليه الزمالك اتأخر في هذا الأمر كأس الرابطة بعد انسحاب الأهلي بعد انسحاب الزمالك وبما أن ما فيش عقوبات كبيرة على الأندية أو بلاش تنسح عشان بيسعروا من كلمة تنسحب دي بعد اعتزار الأهلي بعد اعتزار الزمالك كلمة أصلا هي على فكرة يعني الاتنين يمشوا والاتنين بروحتك يعني مش حاجة دينك يعني بس بعد اعتزار الأهلي وبعد اعتزار الزمالك تتسأل هل قيمة البطولة أصبحت كبيرة ولا لا ده واحد اتنين لو هي قيمتها كبيرة فلماذا اللي بيعتزر عن هزي البطولة تبقى عقوبته ضعيفة جدا انت فقط بس بتحرم من مليون جنيه مكافئة المشاركة في بطولة الدولة مليون جنيه طبعا للأندية الكويرة زي اللي قاله زي مالك دول ولا حاجة فعادي ماشي مش مشكلة فغريبة شوية فغريبة شوية الحكاية ديت بالنسبة للبطولة اتصور انه بما انها اصبحت مؤهلة لبطولة سوبر الابطال وبما انها اصبحت بطولة رسمية في مصر فلابد لابد يا اما تستمر هزي البطولة بواقوبات كبيرة واضحة على الأندية اللي مش هتشارك في البطولة يا اما ليه بتتلعب بس ببساطة يعني لو هي لو هي فعلا ضغطة الاهلي وضغطة الزمالك وبكرا الاسمالي يقول مش خاضر طب ما المصر كمان طب والله يا بيراميد فلازم نشوف لها صيغة يعني مسلا مسلا ربطة المحترفين كاس ربطة المحترفين في انجلتنا محاتش بيانسحب او بيعتذر كاس لتحنين محاتش بيعتذر يعني كل البطولات والناس دي برضو مضغوطة فلازم نشوف لها صيغة يعني بي